الأدوية بتأثر على الجهاز الهضمي وبتأثر برضو معها على الجهاز العصبي ممكن تسبب دواخان وتعرق والإنسان ممكن يغم عليه يعني بنلاقي أن هذه الأدوية مكاشة الكتب عن طريق طبيب مختص ووسطة طبية مختصة الإنسان ممكن يعاني بعد كده مدى الحياة من هذا الدواء طيب إحنا لو قلنا الأدوية اللي هي مشهورة جدا استعمالها زي أدوية الضغط والثكر عندنا مثلا أدوية الضغط اللي هي مجموعة اسمها البيتا بلوكر اللي هي حصرات البيتا حصرات البيتا دي عادة بلاحظ فعلا برضو إن بلاقي البيتا بلوكر ده هيد اللي يازي يكون كرأة شهرهم مثلا بتكتب لهم عظم الناس اللي عندهم ضغط الدم طبعا خطأ كبير جدا هل هو الطبيب بيستسهل هل المريض بريد أخذ الدواء ضغطي من نفسه هل بيحس إنه بيستراح لي بالضباط للضغط ب120 80 يقولك أنا كده خلاص ضغطي بقى كويس بإذن الدواء ده صحيح طبعا ده كله كلام خاطئ المفروض طبعا الدواء مش شرط إن الدواء يخليني زي المسكن أنا دلوقتي إنسان جاي عنده مغاس كلاوي وخد مثلا مورفين خد مثلا حاجات اللي هي المسكنة سكنة الألم ولكن فيه مغاس كلاوي عنده وفيه حصر ما يشلهاش ففيه أدوية للضغط بتبقى عاملة زي المسكنات بالضبط زي الكونكور ده هود طبعا الكونكور بنزين مين؟ بنزين الناس اللي هم عندهم زبزبق وزينية في القلب هندهم اللي هم الصغارين شوية في السن في الاربعين مثلا وعندهم الضغط وعندهم ألام في الصدر مستمرة تمام؟ ضربات القلب تبقى سريعة جدا تمام؟ دي الحاجات اللي بند فيها تقريبا الكونكور طيب ايه الكونكور ده يعني بأضراره ايه الجانبية أو البيتا بلوكر طبعا هو الكونكور ده يعني بنستعدمه في الضغط كأخر خط دفاع في الضغط وده هو حلوة قوي بيشتغل على القلب ولكن طبعا له بعض الأضرار اللي هو مجموعة البيتا بلوكر طبعا أنا مش عايزة أذكر أسماء تجارية ولكن أنا بأذكر أسماء تجارية عشان أسهل على السادة المشاهدين لأنهم يعرفوا هذا النوع من الأدوية بتسبب انخفاض فضغط الدم بترأي جمدة جدا بتخلي الإنسان دايخ مصدع بالسبب نوع من الإحباط اللي هو اسمه الديبريشن لدرجة الإنسان بيبقى عايز ينتحر بتلعب في مستوات السكر في الدم عشان كده دايما المجموعة ده هي ممنوع للتباهة للناس اللي عندهم السكر أو دهون الدم وده فعلا أنا بشوفها كتير جدا أن فيه ناس بتيجي بتعاني من هذا الدواء بيقول لك ما أنا كنت مزبط عليه وممتاز جدا ولكن بيجي بعد كده على فترة أبص الأجابي تشيك من أعراض ويصر عن الدواء ده هو اللي مناسب له ليه عشان بيقيفه بالأمية وعشين تمانين إنه ما معرفش أن الأعراض دي كلها هي السبب فيها البيتا بلوكر أو المجموعة ده هي طبعا بتأثر حاجة كتير بالنسبة للرجال طبعا بتخلي الإنسان دايما دايخ مصدع مش مركز نيجي مجموعة تانية مثلا بشاعة الاستخدام في أمورات ضغط الدم زي اسمها كالسيم التشاني البلوكر اللي هي حصرات قناة الكالسيم دي عادة من ضمن بنستخدمها بطرقية كويسة جدا في اللي هما البلاك بيبل اللي هما الناس زور بشرة الصمراء بنستخدم الناس من فوق الخمسة وخمسين سنة عادة بيشتغل كويس جدا برضو بنستخدم في حالات الجلطات من ضمن الأدواء الجميلة جدا في الناس هما فوق الخمسة وخمسين سنة بيقوم ناسب لهم جدا هذا الدواء بيعمل بعض الأعراض زي تورم الكاحل تورم الرجلين دي من ضمن الأعراض برضو أن احنا بنلاحظها فيه لما نلاقي مثلا من العين بدأ يصل المرحلة دي بنوقفهم بدلوا يعني ما فيش دواء ضغطي ثابت عمتا يعني عشان كده بنقول إن الإنسان اللي عنده الضغط إرتفاع ضغط الدم لازم يتابع الطبيب ويبقى فيه الزراء من وقت للتاني على أساس إن الدواء ده ممكن ينفعه سنة واثنين وثلاثة وبعد كده يبدأ يظهر معها رجل بها يغير يبدأ يغير